التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الليجان البرلمانية مناقشا معهما الترتيبات الجارية لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة عدن وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الرئاسي عيد الروس الزبيدي أكد الدكتور العليمي أن المجلس بالتعاون الوثيق مع الحكومة ماضي في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلال نقل السلطة رغم التحديات الكبيرة على مختلف المستويات وأشار ضمن هذه الإجراءات لتوجيهات المجلس الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وتفعيل دورها في مختلف المحافظات وترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والعمل على ترشيد الموارد وتنمية الإرادات غير النقطية ونوه الدكتور العليمي بالجهود المشتركة مع الحكومة والسلطات المحلية للحفاظ على استقار نسبي للعملة الوطنية وأسعار سلع الأساسية وخدمة التوليد الكهربائي قصوصا في العاصمة عدن وتأمين مصادر بديلة لاستيراد الحبوب ضمن المساعي الحثيثة لتقفيف المعاناة الإنسانية في البلاد مؤكدا أن الأولوية القصوى ستظل تعزيز أمن واستقرار العاصمة عدن والمحافظات المحررة بدءا بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية لتوحيد القوات المسلحة وتكملها تحت وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى تشكيل اللجنة لتوحيد الأجهزة الاستخباراتية وتلك المعنية بمكافحة الإرهاب من أجل مواجهة التحديات المتزايدة على هذا الصعيد وفي هذا الإطار أكد الرئيس التزام المجلس بعدم الزج بوحدات القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الحوثي في صراعات بينية والعمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه أسلحتها ضد العدو المشترك كما أكد على عدم السماح بالإساءة أو استهداف الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين يستحقون كل الثناء والتقدير والاعتزاز بتضحياته ومواقفهم الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل